السلام عليكم انا وايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونة يوم 31 ابريل سنة 2014 حصلت حاجة على السوشيال ميديا غيرت معلم السوشيال ميديا خلت اي واحد بيفكر ان هو يفتح قناة على اليوتيوب يفكر مليون مرة قبل ما يعمل كده شاب مصري جميل اسمه احمد الغندور عمل قناة اسمها الدحيح ونزل فيها اول فيديو بتاريخ 31 ابريل 2014 وفكرة القناة الرئيسية كانت ان الدحيح فيها بين المعلومات علمية مكالكعة بطريقة مبسطة زي مثلا لما يتكلم عن يوتن والنسبية والثقب الاسود وكل الكلام ده ولما بيش اي اختلاف عليه خالص هو ان الدحيح احمد الغندور عنده كاريزمة رهيبة جدا في نقل المعلومة وكاريزمة رهيبة جدا قدام الكاميرا وعلشان كده الدحيح اتنقل من برنامج كان واحد بس بيعمله الى ان هو دلوقتي بقى موجود في منصة اسمها ايجي بلس وفيه فريق كبير جدا وراه والسؤال بقى اللي هنجاوب عليه في الحلقة دي طالما احنا بناخد مع بعض مدرسة الكاريزمة وبنبني مع بعض الكاريزمة بتاعتنا ازاي احمد الغندور او ازاي الدحيح عنده الكاريزمة دي وهل الكاريزمة دي كاريزمة مدروسة ولا كاريزمة ربانية في كتاب عالمي في موضوع الكاريزمة اسمه زكاريزمة ماذ والكتاب ده قالنا ان الكاريزمة بتتكون من ثلاث حاجات اول حاجة الوجود وتاني حاجة القوة وتالت حاجة الدفع تعالوا نمسك حاجة حاجة ونعرف الدحيح بيستخدم الحاجات دي ازاي اولا الوجود الوجود معناها في الاساس قدرتك على جذب الانتباه ومش بس كده كمان قدرتك على انك تسحب تركيز الناس لفترة طويلة يعني بعمل في الاول كده زي دخلة معينة زي بوم معينة فانت تركز معايا وبعد كده بافضل بطريقة مدرجة او بطريقة منظمة افضل اقولك على حاجات او افضل اعمل شوية حاجات بحيث ان دايما انتباهك يكون معايا فدايما وجودي هيكون مؤثر وبالنسبة لموضوع شد الانتباه لفي الاول فهنلاقي ان كل حلقة من حاجة الدحيح بتبتدي بانترو فيها تمثيلية عن الحاجة اللي احنا هنتكلم فيها سواء كان الانترو ده على فكرة انترو مباشر بيتكلم على موضوع الحلقة او انترو بتكلم على قصة تانية ولكن مشابهة لموضوع الحلقة وسانيا بداية اي فيديو من الدحيح هي عبارة عن تاريخ يوم 31 مارس سنة 2019 حصل حاجة غريبة جدا هزت مش عارف ارجاء لوطن العربي كذا 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 مفيش حلقة من حلقات الدحيح مش بتبتدي بتاريخ والتاريخ هو افضل وسيلة انك تشد انتباه الناس لانك بتفهمهم ببساطة ان انت هتحكي لهم قصة زي ما انا قلتلك كده في اول حلقة دي يوم 31 ابريل سنة 2014 الدحيح عمل القناة بتاعته على اليوتيوب اذا فانا عندي عنصرين بيجذبوا الانتباه كويس جدا ان الناس تفرج علي او الناس يشوفني العنصرين دون مع بعض الانترو والتاريخ بيعملوا زي البوم دي بيخلوا الناس تركز معاك كل ما يكون عندك انترو او مقدمة قوية جدا وكل ما يكون عندك تاريخ مرتبط بقصة حلوة جدا ده معناها انك تقدر تجذب انتباه الناس لفترة اطول وعشان كده بنلاقي ان الفيديوهات الدحيح الكبيرة بتكون برضو المقدمة كبيرة وبتكون المقدمة معمولة بشكل متقن جدا عشان يقدر يشد انتباهك لفترة طويلة جدا وكده يكون احمد الغندور عمل اول خطوة في فكرة الوجود بتاعه ان هو جذب الانتباه بتاعك ازاي بقى بيحافظ على تركيزك طول الحلقة هنلاقي ان في كل الفيديوهات تقريبا فيه اسلوبين بس اللي بيستخدمهم احمد علشان يفضل يحافظ على الانتباه بتاعك طول الحلقة اول اسلوب هو معلومة قصة بعد كل معلومة بيقولك قصة بتؤكد هزي المعلومة يعني مثلا في الحلقة بتاعت الزكاة الاصطناعي او ان الروبوتات ممكن تحل محل الانسان في يوم من الايام كان بيفصل في النص ويقعد يقول قصص زي مثلا فكرة فيلم اي روبوت اللي هو كان بيتكلم عن روبوت ولكن بيتعامل كأنه انسان قال معلومة وبعد كده قال قصة وراها علشان القصة دي دايما هتشد الانتباه بتاعك او الحاجة التانية اللي بيعملها ان هو بيقول معلومة وبعدها نكتة حاجة بتضحك بعد كل معلومة بحيث ان انت متزهقش من كتر المعلومات اللي بتتقال او لو ما فيش نكتة او ما فيش حاجة تضحك على المعلومة دي ممكن يتكلم على الخيارة بتاعته هتلاقي في البرنامج ان هو لازم يفصل ما ينفعش يقول معلومتين ورا بعض من غير قصة في النص او نكتة في النص وبكده يكون الدحيح بيحقق اول عنصر في المعادلة دي عنصر الوجود اللي من غيره الكاريزمة بتاعته مش هتكون موجودة تاني عنصر من عناصر الكاريزمة اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده هو عنصر القوة تيجي تفكر في برنامج مثلا زي الدحيح او في شخصية زي احمد فالشخصية دي او البرنامج ده بيقدم محتوى علمي وعشان كده القوة بتاعت البرنامج ده في قوة المحتوى يعني البرنامج ده لو بس برنامج ترفيهي مفوش معلومات القوة بتاعته هتكون في اسلوب الدحيح ان هو يضحك الناس ولكن مش ده الواقع او مش ده الهدف من البرنامج الهدف الاساسي ان هو برنامج بين المعلومات وعشان كده عشان هو برنامج بين المعلومات فالقوة بتاعت البرنامج في المحتوى والباور بتاعته هي زي ما بيقولوا كده وعشان المعرفة هي القوة اللي برنامج الدحيح بيستند عليها هنلاقيهم عملوا كذا حاجة اولا فكرة بص على المصادر الجملة اللي بتتقالف اخر كل فيديو واللي تعمل لها قونية مخصوصة فكرة بص على المصادر دي مش هدفها ان انت تتأكد من المصادر لكن هي كأنها كده حملة تسوقية عشان اقول لك ان انا عندي مصادر ان انا عندي معلومات كتيرة تؤكد الكلام اللي انا بقوله الكلام بتاعي ده هو عبارة عن كلام مستند وكلام قوي مش اي كلام وخلاص وبالتالي بأكد لك فكرة ان انا عندي القوة في المعرفة وتاني حاجة علشان تباني القوة في البرنامج ده هو الكاركتر نفسه بتاع الضحيح الحد اللي شعره منكوش واللي دايما قاعد في قوته واللي عليها بسترات لحاجات مختلفة كتير عكس بعض واللي فيها كتب كتير مرمية في كل مكان حتى طريقة الالقاء السريعة والمتعمدة واللي بتباني في المعلومات يعني كل ما بيتكلم في المعلومات بيتكلم بسرعة جدا وكأن فيه عبقاري بيتكلم في هذه المعلومات لكن لما يجي يهزر بتلاقي ان التون قل جدا حتى في لغة الجسد البسيطة يعني دايما الضحيح عنده الحركة دي اللي هو بيعد يفرق في راسه ويمسك راسه وكأنه كده بيفكرك ان هو مثلا عالم او اينشتاين كل حاجات دي هي عبارة عن كاركتر شخصية بتنقلك في الآخر فكرة ان الحد ده هو عنده باور كبيرة جاية من المعرفة بتاعته وثالت حاجة علشان اأكد على موضوع المعلومات بتاعتي والمعرفة بتاعتي هو استخدام الألفاظ اللي تحسسك ان المعلومات دي قوية جدا زي مثلا فيه معلومة خطيرة جدا عزيز المشاهد حابب ان انا قولها لك استخدام جمل زي خطيرة والمعلومة دي ممكن تغير كل حاجة في التاريخ ممكن تغير كل حاجة احنا نعرفها كل الجمل اللي بتتقال دي بتعظم لك من المعلومة بشكل كبير جدا فانت بتحس ان المعلومة رغم ان انت لو قريتها تباني ان هي معلومة عادية الا ان المعلومة دي هي معلومة قوية جدا والبرنامج ده بيقدم معلومات قوية جدا انت بتحس بكده وانت بتفرج على البرنامج بس بعد البرنامج لما بتيجي تفتكر المعلومات بتحس ان انت عندك جزء صغر من المعلومات اللي انت كنت فاكر ان هي قوية جدا وفي حتة زي تعظيم المعلومات برضو بنلاقي استخدام النسب المئوية برضو في كلام كتير جدا من الدحيح زي مثلا 40% من الناس عندهم المشكلة دي في 12% من الناس بيموتوا بسبب امراض القلب وان هما سابوا الاكس بتاعهم كل الكلام ده بيحسسك كده بقد ايه ان المعلومات دي عظيمة يبقى كاركتر الدحيح او شخصيته وتعظيم المعلومات اللي ها بيقعد يقولها كل شوية وفكرة بص على مصادر دي الثلاث حاجات اللي بنوا فكرة ان البرنامج الدحيح فيه معلومات قوية جدا وبالتالي هو برنامج زو قوة والبرنامج ده فكرة القوة الموجودة فيه دي كانت تاني عنصر من عناصر الكاريزمة وتالت عنصر من عناصر الكاريزمة واللي كانت موجودة داخل كتابنا زكريزما ميس هي فكرة الدفء والدفء معناها المشاعر لو انا حد عندي وجود قوي جدا وقادر ان انا اشد انتباهك وفي نفس الوقت برضو قادر احافظ على الانتباه ده لفترة طويلة ومحسسك بالقوة بتاعتي المستمدة من المعلومات اللي انا بقولها ولكن بدون مشاعر ده معناها ان انا هكون شخصية متعجرفة شخصية سابتة رجد قصية وعشان كده لازم يكون فيه دفء وفيه مشاعر في اي شخصية عندها كريزما عشان تكون شخصية متكاملة لما نيجي برضو نبص في برنامج الدحيح ونحلله كده هنلاقي ان الدحيح بيستخدم موضوع القصص اللي بتمس قلبك في اي حاجة هو بيتكلم فيها زي مثلا لما نيجي نتكلم عن الحرب العمية الاولى وبنتكلم عن الجنود اللي فضلوا موجودين في المغبأ لفترة طويلة يقوم يربط لك الكلام ده بحالتك النفسية وانت قاعد في يوم رأس السنة لوحدك في البيت بتكلم على النسبية واينشتاين والثقب الاسود يقولك كده ان انت في عربية وماشي في طريق ظلمة وانت وقعت من العربية وانت وقعت في مكان وتمددت في هذا المكان وتقسمت نصين ويلعب برضو على المشاعر دي لما بيتكلم على امراض القلب ويربطها في فكرة جرح المشاعر وان الحبيب سابك وبرنامج زي تندر وكل الحاجات برضو اللي بتخاطب المشاعر بتاعتك دي مش بس كده الدحيح عنده نقطة قوة جدا في الموضوع بتاع المشاعر ده بالذات يعني مثلا هل في المستقبل هيكون فيه كمبيوتر بيحس بألام البشر او فيه كمبيوتر بيتعامل كأنه بشري او فيه كمبيوتر بيولد كمبيوترات تانية او هل مثلا في المستقبل هيكون فيه حبة انا اخدها فاقدر انسى بيها شخصية معينة خليكوا برضو واخدين بالكوا ان دايما الدحيح بيثير فكرة مشاعر الفضول دي في اخر كل حلقة عشان تتعود انك تفضل مكمل لغاية اخر الحلقة عشان انت عايز تعرف الحاجة اللي هتصير في دولك دي فلما نيجي نبص على برنامج زي برنامج الدحيح هو برنامج عظيم والدحيح عنده كارزمة قوية جدا بس الكارزمة دي احنا برضو ممكن نطبقها في حياتنا ممكن تشتغل على ثلاث حاجات دول فتزود الكارزمة بتاعتك في اي حاجة لكن السؤال المهم هنا واللي هيصير في دولك عزيز المشاهد هل كل الادوات اللي بيستخدمها الدحيح دي كافية ان هو يفضل يستمر وينمو ولا محتاج حاجات تانية في الحقيقة انا شخصيا بحب برنامج الدحيح جدا وكررت ان انا اتعلم منه حاجات كتير جدا في موضوع الكارزمة بالذات او الكارزمة التقديم اللي عنده بالذات وعشان كده انا مستنيك تقول لي رأيك في الحلقات الجاية لكن لازم تكون مشترك في البرنامج هنا ونفعل خاصية الجرس عشان تقدر تشوف الحلقات الجاية ما تنساش برضو تنزل وتبص على مصادر او موقع الزاتونة الالكتروني الموقع اللي فيه برامج التدريب المختلفة بالكارزمة او الثقة بالنفس او فكرة بداية المشاريع او حتى الايف كوتشنج او الاستشارات الفردية وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله كان معكم مايكل راشد برنامج الزاتونة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة